لكن المسيح كمان اتنبأ يعني اذا بتعطينا بعض الامثلة في العهد الجديد كثيرة في الحقيقة المسيح عنده حديث نقدر نسميه حديث نبوي مات 24 و 25 وبدأ مات 24 بحاجة عجيبة جدا لما قال هذا المبنى اللي هو الهيكل لا يترك فيه حجر على حجر لا ينقر تيتس الروماني بعد 40 سنة من هذا الكلام جاء وامر بعدم المساز بالهيكل لكن المسيح كان قال كلام مختلف كلام مين اللي يتم تيتس الروماني الذي على رأس جيشه في الموقع ولا نجار النصرة اللي قال كلام من 40 سنة وهو ليس موجود في ذلك الوقت طبعا يملأ السماء والارض لكن انسانيا مش موجود كلام مين اللي يتم كلام المسيح لماذا لانه في نفس الاصحاح مات 24 قال السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول كان قبليها قال واحد منكم سيسلمني كان مشير الى يهوذ الاسخاريوط كان قال كلكم تشكون في في هذه الليلة بطرس اعترض وقال وان شك فيك كميع انا لا اشك قال له لا انت مش هتشك انت هتنكرني ثلاث مرات في هذه الليلة يعني تأكيد وسريع وثلاث مرات يعني في هذه الليلة مش مجرد تشك لكن ستنكر ومش مرة لكن ثلاث مرات وكلام المسيح هو الذي تم لان يصيح اديك يعني حتى في صيح اديك اه صيح اديك يعني معناها فترة وجيزة جدا وكلام المسيح تم لانه زي ما قلنا مش مجرد هو في الحقيقة الله الذي ظهر في الجسم ولما تكلم طبعا عن خراب ودمار الهيكل مش اتكلم بشكل مستقبل يعني انه كل شيء رح يتدمر في المستقبل لكن في بتشوف تسلسل في الاحداث بحسب متة 24 اللي بيتكلم عنها بالتسلسل وكيف تمت هذه الاحداث كمان في متة 11 بيتكلم عن المدن حول بحيرة طبرية لما عنفها ايه الكفر نحوم وبيت صيدة وكورزين الى اخرى كل هذه المدن فعلا دمرت واليوم مجرد مناطق اثرية السياح بروحوا بشوفوها في كل مكان اشتركوا في القناة